موسيقى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه نفتتح هذه الجلسة المباركة بآيات بينات يتلوها على مسامعنا الشاب أسامة بوزاهير الحاصل على المرتبة الأولى في مسابقة القارئ العالمي فئة الصغار بالبحرين فليتفضت المشكورة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين من الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بلآخرة أعطادنا لهم عذابنا ليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وكان الإنسان عجولا قرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين من الذين يعملون الصالحات أن له أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعطادنا لهم عذابنا ليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان نلزمناه طائره في عنقه ونقه ونخرج له يوم القيامة كتابا ومن يلقاه منشورا اقرأ كتابك اقرأ كتابك كف بنفسك اليوم عليك حسيبا صدق الله العظيم أقرأ كتابك أقرأ كتابك أقرأ كن من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أقرأ كتابك جمع الجوامع في أصول الفقه في مجلسنا هذا الثامن والثلاثين وما زلنا فيه مع التخصيص وما به يكون التخصيص وقبل أن نشرع في ذلك وأن نواصل أريد أن أنبه المتن الذي نشرحه وما يمكن أن يقف عليه طالب العلم من الشروح على هذا المتن ومن شروح هذه الشروح أقول إنه ونحن نقرأ المتن وشروحه وحواشيه لابد أن يكون عندنا إمعان النظر في النص الذي نقرأه سواء كان هذا النص هو المتن أو هو الشرح أو هو الحاشية يعني ينبغي أن ندقق في النص وأن لا نأخذه كما هو لأنه قد يمتد إليه الخطأ من النصاخ أو من المطبعة أو من أي جهة أخرى ولا بد أن نتأكد أولاً قبل أن يستقر المعنى في أذهاننا والتفسير العلمي لهذا النص في عقولنا قبل ذلك لا بد من التحقق من ذلك لأن استقرار هذه المعاني وهذه التفسيرات واستقرار النص بذاته في أذهاننا وعقولنا تنبني عليه أحكام كثيرة وقد يتخذ طالب العلمي من هذا كله يعني أموراً ومواقف وقرارات وما إلى ذلك مما ينبغي أن يحتاط له حتى لا يبنيه إلا على مستقر وهذا كله يعني في الحقيقة يعني عندنا في المتن مواضيع كثيرة ينبغي أن نأخذها كما هي في المتن المطبوع وخصوصاً في الطبعات التجارية والطبعات التي لا تعنى بالتحقيق فنحن كطلبة العلم ينبغي أن ندرس المتنة من جهة تفسيره ومعناه ومن جهة ما يستفاد منه وهكذا وهكذا ولكن أيضاً من جهة ثبوته من جهة يعني الوقوف عليه كما ألفه صاحبه ولذلك يعني في الدرس السابق حينما كنا في الحديث عن حجية المخصص يعني جاء القول الثالث هكذا وقيل بمنفصل مع أن النسخ التي ربما عندكم جميعاً فيها بمتصل واضطرت إلى أن أبين أن الأصل هكذا والذي نقله الشراح هكذا ولذلك نريد يعني في هذا التنبيه أن نقف على هذا المثال حتى تعلموا ماذا ما يحتاج النص في مثله إلى التدقيق والتحقيق يعني المصنف رحمه الله تعالى يقول والمخصص قال الأكثر حجه وقيل إن خص بمعين وقيل بمنفصل هكذا ورد عنه وفي بعض النسخ عند بعض الشراح كالمحل نفسه في بعض النسخ فيها بمتصل ولكن انظروا إلى ما قاله العلامة الزين العراقي وهو من المحققين المدققين يقول طبعاً جاء بالنص هكذا وقيل بمنفصل هذا هو القول الثالث فقال فيه الثالث أي القول الثالث أنه حجة إن خص بمنفصل وإلا فلا أي وإن لم يكن بمنفصل فلا حجية له كذا يقتضيه كلام المصنف انظروا إلى هذا الكلام يعني بمنفصل هو مقتضى كلام المصنف حتى ولو وجدته بمتصل فلا يقتضيه كلام المصنف انظروا لتكونوا محققين قبل أن تكونوا ناظرين إلى الشروح وإلى ما تفيد هذه الشروح قال كذا يقتضيه كلام المصنف وهو معكوس إذن كلام المصنف يقتضي أنه بمنفصل ولكن الحقيقة عكس ذلك وحتى هذه الحقيقة التي تفيد العكس هي أيضا فيها ناظر كما سيبين وإلا فلا كذا يقتضيه كلام المصنف وهو معكوس وصوابه حجة إن خص بمتصل كالشرط والاستثناء وإلا فلا وبهذا قال الكرخي فإذا أردنا تصحيح كلام المصنف جعلنا تقديره أنه ليس حجة إن خص بمنفصل وإلا فحجة هكذا خرج كلام المصنف ليكون صحيحا ولكن انظر إلى آخر ما قال ويبقى أي مع هذا التأويل ومع هذا التخريج ويبقى غير مطابق للتعبير عن القولين الذين قبله وبعده فحتى لو كنا بمتصل لا ينطبق على كلامه في القولين قبله أي قبل بمتصل أو بمنفصل والقولين الذين من بعده وهذا يحتاج منك إلى أن تطيل النظر وتعمق النظر حتى تدريك هذا الذي يقوله الزين العراقي ويبقى غير مطابق أي حتى مع تصحيحه هكذا وقولنا من بمتصل ويبقى غير مطابق للتعبير عن القولين الذين قبله وبعده هذا كلام الزين العراقي في الغيث الهامع ننظر إلى الشارح المحلي الذي جاء في ابتداء حسب النسخة طبعا حسب النسخة النسخة غير محققة وبالمناسبة طلبة المعهد معهد الإمام نافع بطنجا حققوا شرح المحلي من أوله إلى آخره بإشراف هذا العبد حقق الشرح بتمامه ولذلك أقترح على المؤسسة هذه أن تشترك مع المعهد في إخراج هذا الكنز في أقرب وقت فهو لكل حال طبعا سيكون في بضعة مجلدات قلنا إذن هنا الشارح المحلي حسب النسخة حسب طبعا التي عندنا وهي طبعا طبعا تجالية فيه وقيل حجة إن خصة بمتاصل هكذا والظاهر أنه تصرف فيما وضعه المصنف الذي يعنينا هو ما قاله المحشي صاحب الحاشية صاحب الحاشية يقول فيجوز أن يكون قد خص به غير ما ظهر فيشك في الباقي هذا كلام الشارح يحشي عليه البناني قال معناه هذه العبارة أن العام الذي خص بمنفاصل بمنفاصل نحو أقتل المشركين لا تقتلوا أهل الذمة مخصص بأهل الذمة قال ليس حجة في الباقي بعد التخصيص بهذا المنفاصل لجواز أن يخص بمنفاصل آخر أن يخص بمنفاصل آخر غير هذا المنفاصل الذي ظهر وهو لا تقتلوا أهل الذمة والعبارة لا تفيد المراد ولو قال فيجوز أن يكون قد خص بغير ما ظهر لكان أوضح وصحة عبارته بجعل ضمير به العائد على المنفاصل مرادا به جنس المنفاصل للمتقدم في قوله بخلاف المنفاصل إلى آخر كلامه فإذا الأصل في كلام المصنف هو بمنفاصل وليس هكذا بهذه السهولة نجد النسخة وهي نسخة تجارية نجد فيها بمتصل وبمنفصل والمحققون من الشراح انطلقوا من هذا وحتى لو قلت بمتصل فلا يستقيم الكلام أيضا على ما قبله وما بعده كما ذكر الزين العراقي رحمه الله تعالى ونرجع إلى ما كنا بشأنه فقد كنا نتحدث عن المخصصات وقلنا إن هذه المخصصات قسمان قسم متصل وقسم منفصل أو مستقل أو خارج فالمتصل هو الذي يكون نفضيا يعني من الكلام نفسه المخصص المتصل هو النابع من نفس الكلام وهو خمسة كما ذكر رحمه الله تعالى وأول هذه الخمسة الاستثناء الاستثناء وطبعا أطال في الكلام عن الاستثناء على خلاف ما فعله في المخصصات الأخرى في الاستثناء هناك لطيفة ينبغي أن نقف عليها لطيفة بلاغية أو نكتة كما يقول العلماء بلاغية لأنه قال الاستثناء وهو خمسة الاستثناء أي الأول الاستثناء وهو الإخراج بإلا أو بإحدى أخواتها تأملوا معي جيدا أريد أن نتعلم المعنى وأن نتعلم الأحكام وما يستنبطوا وأن نتعلم الدقة لأن أصول الفقه مما يعلمه الدقة فمن لم يتعلم الدقة من علم أصول الفقه فلم يقرأ هذا العلم إنما كان يقف على قشوره وعلى ظواهره وما إلى ذلك فالمصنف رحمه الله تعالى قال الاستثناء وهو الإخراج كلمة الاستثناء هذا اللفظ أو هذا المصطلح حسب كلامه هو في الأصل وارد بمعنايين الاستثناء من جهة الاستلاح وارد بمعنايين اثنين بمعنى الدال على الاستثناء وبمعنى فعل الاستثناء فالاستثناء بمعنى الدال عليه المراد به أدواته يعني حينما نقول الاستثناء ونقصد التخصيص به فنحن نعني إلا وأخوات إلا هذا أحد المعنايين والمعنى الثاني هو فعل الاستثناء يعني هو الإخراج نفسه لأن هو اللفظة في الحقيقة كل اللفظة هكذا لها جهتان جهة الدالية وجهة المدلولية من حيث ألفاظها ومن حيث هي كلمة أو أداة أو ما إلى ذلك هذه جهة وهي جهة الدالية والجهة الثانية جهة معناها جهة مدلولها وهي جهة المدلولية يعني حينما يعرف الأصوليون الحكم الذي هو موضوع اشتغالهم في هذا العلم بأنه خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين من حيث إنهم مكلفون طلبا أو تقيين أو وضعا حينما يعرفون الحكم الشرعي بأنه خطاب الله المقصود بقولهم خطاب الله أي مدلوله فيخرجون الجهة الدالية فخطاب الله تعالى هو عبارة عن شيئين اثنين عن حروف وألفاظ وعبارات وكلام وعن معاني ذلك كله فأما الخطاب من جهة داليته وهي الكلمات والحروف والعبارات والنصوص وما إلى ذلك هذا غير مقصود لا يبحث فيه الأصوليون ولكن من حيث مدالين هذه الكلمات والحروف وكذا هو المقصود عندهم بالذات على لغة المناطق هو المقصود بالذات كذلك هنا هذا المصطلح الاستثناء من جهة الدالية فالمقصود به إلا وأخواتها من جهة المدلولية المقصود به هو الإخراج ونحن هنا نريدهما معاً نريد الاستثناء بمعنى أدواته لأن الذي يخصص هو الأدى وأما الإخراج فليسا يعني هو المخصص الإخراج معناه فقط لذلك هذا الأسلوب فيه نكتة بلاغية تسمى الاستخدام الاستخدام والاستخدام معناه عند علماء البلاغة إيراد اللفظة بمعنى وإعادة ضمير أو إشارة عليها بمعنى آخر بمعنى أن اللفظة يكون لها معنيان فتوردها بأحد المعنيين ثم تعيد عليها ضميراً أو إشارة بالمعنى الآخر وليتضح هذا الاستخدام من أمثلة ذلك من شواهد ذلك في كلام العرب قول الشاعر فتالله ما ذكر العقيق وأهله إلا وأجراه الغرام بمحجر العقيق هو وادي بظاهر المدينة في أرض الحجاز هذا هو العقيق وقد تغنى به الشعراء ويطلق أيضاً لفظ العقيق على الدم الأحمر القاني تشبيها له بالعقيق فالشاعر ذكر كلمة العقيق بمعنى وأعاد عليه الضمير بالمعنى الآخر ذكره بمعنى الوادي المعروف وهو مكان وذكره ثانياً أو أعاد عليه الضمير ثانياً بمعنى الدم قال تالله ما ذكر العقيق وأهله فالعقيق هنا بمعنى المكان وادي العقيق في المدينة المنورة تالله ما ذكر العقيق وأهله إلا وأجراه الغرام بمحجر العين يعني أسالة من عين الدموع فهو يعني يذكر العقيق هنا بمعنى الدم يعني سال الدمع كالدم الأحمر القاني من عينه ومحجره وأيضاً من أمثلة ذلك قول شاعر آخر فسق الغضاء والساكنيه وإن هموا شبوه بين جوانح وقلوب الغضاء أيضاً لفظ له معنيان اسمه مكان ويطلق أيضاً على الشجر الذي يوقد به النار فقال فسق الغضاء هذا دعاء يطلب من الله تعالى أن يسقي الغضاء وأن يسقي ساكنيه أي بالغيث فسق الغضاء والساكنيه فهو يدعو لهم بالسقيا وكان من أعز ما يطلب عند العربي في صحرائهم هو الماء والغيث فسق الغضاء والساكنيه وإن هموا شبوه بين جوانح وقلوبه شبوه أي الغضاء والغضاء الثاني هنا بمعنى الشجر الذي توقد به النيران فإذا الاستخدام ذكر اللفظ بأحد معنيه وإعادة الضمير عليه بالمعنى الثاني وهذا ما فعل المصنف رحمه الله الاستثناء هذا اللفظ أولا الاستثناء يقصد الأدات يقصد ما يخصص به العام من أذوات الاستثناء ثم أعاد الضمير عليه بالمعنى الثاني الذي هو فعل الاستثناء الذي هو الإخراج قال الاستثناء وهو هذا وهو يعود على الاستثناء ولكن بمعنى الثاني فهذا استخدام فتأملوا رحمكم الله إذن قلنا إن التخصيص بالاستثناء أي بأذوات الاستثناء يُشترط أول ما تحدث عن الاستثناء هو شرطه شرطه الأساس هو الاتصال من أجل أن يتحقق التخصيص بالاستثناء والاستثناء مخصص المتصل من أجل أن يتحقق التخصيص به فلا بد من الاتصال وما معيار الاتصال رأينا الأقوال التي في ذلك وآخرها وعاشرها قال وقيل في كلام الله فقط يعني أنه لا يمكن أن نعتبر الاستثناء متصلا بالمعنى الحقيقي ولو طالما بينهما لا يمكن ذلك إلا في كلام الله عز وجل لأنه سبحانه وتعالى لا يغيب عنه شيء وما كان ربك نسيا ولذلك من الأمثلة التي في القرآن الكريم قول الله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أول الدرار هذا استثناء بغير هذا غير أول الدرار طبعا استثناء إذا نصبنا وغير فيه معنى الاستثناء لكنه يكون حينئذ صفة لكن فيه معنى الاستثناء هذا الاستثناء نازل بعد ما قبله بمدة فإذا هناك فاصل وتراخ بين الاستثناء وما يعود عليه الاستثناء ولكنه لما كان في كلام الله عز وجل فهو استثناء متصل ولا يؤثر فيه التراخي الزماني إذن هذا عن الاتصال عن شرط الاتصال في الاستثناء من أجل أن يكون مخصصا قال ويجب اتصاله فلما انتهى من أقوال العلماء في ما يقع به الاتصال أو في معيار هذا الاتصال إن طلق إلى الكلام عن غير المتصل والاستثناء غير المتصل هو المنقطع الاستثناء غير المتصل هو المنقطع قال أما المنقطع فثالثها متواطئ والرابع مشترك والخامس الوقف إذن الاستثناء المنقطع هو الذي يكون الاستثناء فيه يعني ما استثني فيه من غير جنسي المستثناء منه كقولنا جاء القوم إلا فرسا فاستثنينا الفرس والفرس ليس من القوم فهذا الاستثناء يعتبر منقطعا أو يسمى منقطعا قال أما المنقطع فثالثها متواطئ يعني هو طوى قولين اثنين طوى قولين اثنين في المنقطع من الاستثناء أما القول الأول وهو عنده الأصح القول الأول أي الاستثناء المنقطع مجاز أن الاستثناء مجاز في المنقطع وأنه حقيقة في المتصل إذا جئنا بالاستثناء متصلا فهذا على الحقيقة وإذا جئنا به منقطعا فهذا على المجاز هذا القول أصح عند المصنف رحمه الله تعالى وأما القول الثاني أيضا الذي طواه وهو المقابل لأول فهو أن الاستثناء في المنقطع حقيقة أن الاستثناء في المنقطع حقيقة بمعنى أنه حقيقة فيهما عن القول هذا أن الاستثناء حقيقة في المنقطع وفي المتصل معا بينما في القول الأول الذي هو الأصح فهو حقيقة في المتصل ومجاز في المنقطع إذن صار عندنا قولان الأول الأصح أن الاستثناء يعني حقيقة في المتصل مجاز في المنقطع والثاني حقيقة في المنقطع أيضا فهو فيهما ثم جاء بالثالث القول الثالث قال أما المنقطع فثالثها أي فثالث الأقوال إلى جانب هذين القولين المطويين فثالثها متواطئ أي أن هذا الأسلوب من حيث الاستعمال العربي هو المسمى بالمتواطئ والمتواطئ هو المتوافق أي اللفظ الذي يعني يكون لمعناه أفراد يعني يتعدد معناه وعلى جهة التساوي هذا هو المتواطئ وضده المشكك وهذا اقتكلمنا عنه في أوائل دروس هذا الباب أو هذا الكتاب الذي هو القرآن أول ما بدأنا أو في المقدمات لا في المقدمات حينما كنا في المقدمات فقد ذكر جملة من المسائل اللغوية ومن بينها الحديث عن المتواطئ والمشكك والمشترك والمترادف وتكلم عن الحقيقة والمجاز والكناية فارجع إلى هناك تجده قد تكلم عن المتواطئ وعن عكسه الذي هو المشكك المشكك هو الذي يكون أو تكون معانيه متباينة متباينة إذن القول الثالث أن الاستثناء يكون حينئذ متواطئا أي يحتمل أكثر من معنا على جهة السواء على جهة السواء إن هذا هو المتواطئ هو الذي تستوي أفراد معناه لا يكون لأحد أفراد معناه مزية على الآخر فكلمة الإنسان مثلا الإنسان هذا من قبيل المتواطئ لأنه كما يصدق على زيدين يصدق على عمرين وعلى بكرين وعلى خالدين وهكذا فهذا هو المتواطئ وعكسه المشكك قال أما المنقطع فثالثها متواطئ والرابع مشترك المشترك كما تعلمون هو ما وضع للدلالة على معنايين فأكثر المشترك هو الذي وضع أساسا وضعه العرب أساسا للدلالة على معنايين فأكثر فاللفظ الذي وضع ليدل على معنايين أو على ثلاثة معان أو أكثر من ذلك هذا يسمى المشترك وهو من أبواب الإجمال من أسباب ما يكون به المجمل مجملا لأن الإجمال في اللفظ هو أن يحتمل من حيث المعنى أكثر من واحد أن يحتمل أكثر من معنى على جهة السواء هذا هو المجمل ومن أسباب الإجمال الاشتراك الاشتراك اللغوي والاشتراك اللغوي قد يكون في اللفظ وقد يكون في الجملة في التركيب في الكلام قد يكون عندنا كلام لو فككناه إلى مفرداته وألفاظه التي منها ركب لكان أو لوجدنا كل لفظات هي ليست مشتركا ولكن حينما وقع التركيب حصل الاشتراك حصل الاشتراك كما يقع بإلا الاستثناء أو بالاستثناء عموما يعني لو أن عندناك ما سيأتي هذا بعد هذه المسألة سيأتي الحديث عن الجمل التي هي متعاقبة ثم يأتي من بعدها الاستثناء لو جاء الاستثناء بعد أكثر من جملة هل يعود على الأخيرة فقط أو على كل ما قبله من هذه الجمل هذا أمر أيضا مختلف فيه مختلف فيه عند اللغويين قبل الأصوليين وهو من أنواع الاشتراك الاشتراك اللغوي وبناء على ذلك هو من أنواع الإجمال من أسباب الإجمال إذن المشترك سواء تحدثنا عنه على أنه لفظ على مستوى اللفظ أو على مستوى الجملة والتركيب والكلام فالمهم أنه يحتمل أكثر من معنى ولا رجحان لأحد المعاني على الآخر إلا بدليل المنفصل وإلا بقرينة خارجية إذن فالمنقطع على هذا القول يكون من قبيل المشترك يحتمل هذا ويحتمل ذاك يحتمل أن يكون محمول على الحقيقة ويحتمل أن يكون محمول على المجاز فصار مشتركا ولكن المتأمل في هذا القول الرابعي يجد أنه لا فرق بينه وبين الثالث فلا فرق بين المشترك بهذا المعنى أو لا فرق بين المشترك وبين المتواطئ بهذا المعنى الذي ذكرناه ولذلك عقب الشراح عليه عليه بأن القول الرابع آئل إلى القول الثالث فالحكم عليه بأنه متواطئ الحكم عليه بأنه مشترك لا فرق بينه وبيناء الحكم عليه بأنه متواطئ لأن كل المناء المتواطئ والمشترك هو أن يكون اللفظ له معاني متساوية له معاني متساوية قال أما المنقطع فثالثها متواطئ والرابع مشترك إذن الظاهر من كلام المصنف هو هذا أن الحكم على هذا المنقطع بالاشتراك هو غير الحكم عليه بالتواطئ والمتأمل يجد أنه لا فرق بينهما إلا في حال واحدة وإذا قصدها للمصنف هذا بعيد جدا يعني الغالب الأغلب بل المحقق أنه لم يقصدها لأنه لم يقل بها قائل وهو أن يقصد أن هذا الاستثناء أنه حقيقة في المنقطع مجاز في المتصل لو قصد هذا حينئذ يكون القول الرابع مستقلا ومغايرا للقول الثالث وهذا لا يقول به إنسان إطلاقا فكيف نتهم به المصنف رحمه الله تعالى إذن يبقى أن هناك تكرارا بين القول الثالث والقول الرابع ثم قال والخاميس الوقف والخاميس الوقف هناك من توقف فلم يحكم على هذا الاستثناء المنقطعي بشيء من الحقيقة أو المجاز ولا بالتواطئ ولا بالاشتراك ولكن توقف لعدم ظهور المعنى وعدم ظهور تصنيف هذا حيث يجب أن يصناف ثم انتقل إلى مسألة أخرى مرتبطة بما نحن فيه تقن إلى مسألة تطبيقية في إطار بيان الاستثناء والتخصيص به وامتدادا لما كان فيه فقال والآصح وفاقا لابن الحاجيب أن المراد بعشرة في قولك عشرة إلا ثلاثة يعني الآن دخلنا إلى التطبيق لو قال القائل مثلا علي عشرة إلا ثلاثة طبعا من الناحية العملية ومن الناحية الواقعية أنه صرح واعترف وأقر بأن عليه سبعة إذا قال علي عشرة دراهم إلا ثلاثة فالنتيجة أنه أقر بسبعة دراهم فهو يعترف بأن الدين الذي عليه سبعة دراهم طيب ولكن من حيث اللغة نحن نتكلم عن الاستثناء من الجهة اللغوية يعني قال عشرة إلا ثلاثة قال ولأسح وفاق لابن الحاج بأن المراد بعشرة في قولك عشرة إلا ثلاثة العشرة هل المراد العشرة أو المراد السبعة يعني هل نطلق على هذه السبعة التي هي عبارة عن عشرة سثنية منها ثلاثة هل يبقى تسمى بالعشرة أو لا يصح أن نقول فيها عشرة بما أن نسى اثنين الثلاثة وكان المقصود هو السبعة هل نقول سبعة مباشرة أم يصح أن نطلق على هذا العشرة باعتبار أنها كانت عشرة وخصصت بإخراج ثلاثة منها هذا محل هذه المسألة التطبيقية قال وأصح وفاق لابن الحاج بأن المراد بعشرة في قولك عشرة إلا ثلاثة العشرة هذا القول الذي اعتبره الأصح وهو موافق لما نرجع عليه بن الحاجب المالك الأصول المعروف الفاقيه الأصول المعروف صاحب الجامع الأمهات قال والأصح وفاق لابن الحاجب هو دائما المصنف رحمه الله تعالى حينما يريد أن يقوي قولا فإنه يأتي ببعض من وافقه ببعض من قال به من كبار الأئمة لأجل أن يقوي هذا القول الذي وصفه بأصح والأصح وفاق لابن الحاجب أن المراد بعشرة في قولك عشرة إلا ثلاثة عندما تقول علي عشرة إلا ثلاثة فالواقع أن عليك سبعة فهل يجوز لنا في اللغة أن نطلق على هذه السبعة عشرة يعني عشرة إلا ثلاثة هل ما زالت تسمى عشرة قال نعم هذا الأصح كما هو عند ابن الحاجب أيضا العشرة باعتبار الأفراد ثم أخرجت ثلاثة باعتبار أفراد أفراد هذا العدد كانت هي العشرة ثم أخرج المتكلم من العشرة ثلاثة ثم أخرجت ثلاثة ثم أسند إلى الباقي ثم أسند أي لفظ العشرة أسند إلى الباقي أي إلى السبعة فإطلاق العشرة على الكل وعلى الباقي هذا هو الأصح هذا هو الأصح لأننا نتكلم دائما عن الجالب اللغوي وعن الجالب عن الجالب الصغع العشرة باعتبار الأفراد ثم أخرج الثلاثة ثم أسند إلى الباقي تقديرا وإن كان قبله ذكرا قبله أي المقال علي عشرة فالعشرة هنا يعني هي مذكورة مذكورة ولكن حينما قال إلا ثلاثة بقيت العشرة نعم ولكن مقدرة فقط مقدرة بعد إخراج الثلاثة منها ثم أسند إلى الباقي ويكون حينئذ طبعا هذا الإسناد مجازيا ثم أسند إلى الباقي تقديرا وإن كان قبله ذكرا هذا هو القول الذي رجحه ووصفه بأنه الأصح وقواه بذكر ابن الحاجب ثم جاء بالقول الثاني قال وقال الأكثر المراد سبعة المراد سبعة وإلا أي إلا الاستثنائية في إلا ثلاثة وإلا قرينة قرينة إلا إلا ثلاثة هذه إلا مع ما جاء من بعدها هذه قرينة قرينة وأما المراد فسبعة وإذا لا داعية للعشرة فليست مقصودة وليست مرادة وإنما المراد السبعة وقال الأكثر المراد سبعة وإلا قرينة إلا إنما هي قرينة أي مع ما بعدها وهو الثلاثة إلا قرينة إذن هذا القول الثاني وهو الذي نسبه إلى الأكثر وإنما رجح هو القول الأول مع أنه لم يأتي بمن يقويه من كبار العلماء إلا بن الحاجب وقال الأكثر المراد سبعة وإلا قرينة إذن عندما نقول علي سبعة إلا ثلاثة فمعنى هذا أن الذي أقر به سبعة فهل نطلق عليها أي على السبعة العشرة مع أن هذه العشرة أخرج منها ثلاثة قيل نعم وهذا هو الأصح عنده وبه قال ابن الحاجب أم لا يصح أن نطلق عليها العشرة وأن نسند العشرة إلى هذه السبعة وإنما المراد هو السبعة تداء كذلك هذا قول آخر وهو المنسوب إلى الأكثر ثم عندنا قول ثالث وقال القاضي والقاضي إذا أطلق فهو أبو بكر الباقلاني المالكي وقال القاضي عشرة إلا ثلاثة بإزاء اسمين مفرد ومركب يعني هذا القول وفيه وفيه مركب وهو إلا ثلاثة فإذن العشرة مقصودة وكذلك السبعة مقصودة والكلام إنما هو كما قلنا عن اللفظ والتركيب وقال القاضي عشرة إلا ثلاثة بإزاء اسمين يعني هذا الكلام هو يعني بإزاء وبحذاء اسمين أحدهما مفرد وهو العشرة والآخر مركب وهو إلا ثلاثة ثم بعد ذلك قال رحمه الله تعالى دخل إلى مسألة أخرى في الاستثناء لأنه كما قلت لك هو أطال في الاستثناء أطال في الاستثناء بعدما تكلم عنه من ناحية النظرية وتقييدية الآن يتكلم عنه من ناحية تطبيقية فمن جملة المسائل التطبيقية التي تحدث عنها في الاستثناء قال ولا يجوز المستغرق خلافا لجذود ولا يجوز المستغرق الاستثناء المستغرق هو ما يعبر عنه باستثناء الكل من الكل باستثناء الكل من الكل كأن تقول علي عشرة إلا عشرة هذا لا يجوز هذا لا يجوز وإذا يعني عبر به فهو ملغا إذا قال علي عشرة إلا عشرة فهذا لم يقل شيئا كلامه الغون إذا هذا هو الاستثناء المستغرق أي الذي يكون مستثنية مستغرقا لمستثنية منه أن يكون المستثناء مستغرقا للمستثناء منه علي خمسة إلا خمسة وهكذا إذا هذا يسمى استثناء مستغرقا لا يجوز لا طبعا لا يجوز في اللغة لم يقع في اللغة هكذا لم يقع للعربي أن استثناء من عدد مثله لأن هذا في الحقيقة عبث وهذا لغون لم يقع في كلام العربي مثل هذا قال ولا يجوز المستغرق أي ولا يجوز الاستثناء المستغرق خلافا لشذود أي خلافا لبعضهم حينما قال بالجواز واعتبر قوله هذا من الشذود وهو يشير بهذا الشذود إلى ما نقله الإمام القرافي عن ابن طلحة في كتابه المدخل المدخل ليس المدخل ابن الحاج لا ابن طلحة كلمة المدخل سميت به كتب متعددة من بينها هذا الكتاب كتاب المدخل لابن طلحة المالك فمما جاء في كتاب المدخل لابن طلحة أن الرجل إذا قال لزوجته أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا إذا قال لها أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا أن الطلاق لا يقع على أحد القولين يعني أحد القولين هو ما ذهب إليه المصنف في أول الكلام أن استثناء إذا كان مستغرقا فهو لغو باطل والقول الثاني أن الطلاق يعني أن الطلاق لا يقع أن الطلاق لا يقع وهذا القول الذي هو أحد القولين اعتبر أو هذا القول صفة عامة يعني كون الاستثناء يكون مستغرقا وهذا جائز وواقع هذا اعتبره المصنف رحمه الله تعالى من شذوذ ما نقل عن العلماء والناقل كما قلنا هو القرافي رحمه الله تعالى عن ابن طلحة ولا يجوز المستغرق خلافا لشذوذ وقيل ولا الأكثر أي ولا يجوز الأكثر أي لا يجوز استثناء الأكثر من المستثناء منه بمعنى لا يجوز أن تقول علي عشرة إلا تسعة علي عشرة إلا تسعة فأين الأكثرية هنا هو اعترف بعشرة واستثناء منها تسعة فأي هم الأكثر أين الأكثر هنا الأكثر هنا أين هو يعني ماذا يعني بالأكثر المصنف رحمه الله وتعالى المستثناء هو الأكثر فأين الأقل المبقى رضي الله عنك المبقى لأن الأصل عشرة استثناء تسعة كم بقية بقية واحد والواحد أقل من مسجد اثني ويعني العقل يقتضي أن يكون المستثناء أقل مما بقيا بعد الاستثناء لو قال علي عشرة إلا أربعة جيد إلا ثلاثة كما تقدم جيد ولكن أن يستثني الأكثر ويبقي الأقل هذا لا يليق بالاستثناء لا يتناسب مع الاستثناء يعني هذا الأسلوب اللغوي العربي لذلك قيل لا يجوز أن يستثنى الأكثر من المستثناء منه ويبقى الأقل قيل ولا الأكثر أي ولا يجوز استثناء الأكثر وإبقاء الأقل وقيل ولا المساوي وقيل ولا المساوي أي ولا يجوز استثناء المساوي أي استثناء خمسة مثلا من عشرة وإبقاء الخمسة هذا هو المساوي أن يكون ما بقي مثل ما استثني مساوية لمستثني هذا هو المساوي وبعض نسق بعض الشروح فيها غلط مطبعي لا نحمل الشارع لا على أبدا بعضهم جاء بمثال قال مثل لهذا للمساوي بعشرة علي خمسة إلا خمسة علي خمسة إلا خمسة هذا غلط ولكن لا نحمله للمؤلف وإنما نحمله للطابع لأن المؤلف لا يمكن أن نقبل عقلا لا يتصور عقلا أن المؤلف يقع في هذا النوع من الغلط لا أبدا وأراد أن يقول علي عشرة إلا خمسة لكن الطابع وقع في سهوين وفي سبقي طبعين وقيل ولا المساوي وقيل إن كان العدد صريحا وقيل إن كان العدد صريحا بمعنى إذا هذه كلها أقوال فيما لا يجوز في الاستثناء ليكون على وفق كلام العربي من جهة وليكون يعني على وفق العقل من جهة ثانية فالقول الرابع وقيل إن كان العدد صريحا إن كان العدد صريحا بمعنى أن الاستثناء إذا كان يعني المستثناء منه عدد صريح فلا يجوز أن تستثني الأكثر ولا أن تستثني المساوي ولكن إذا لم يكن صريحا قال له مثلا علي أو قال له خذ خذ الدراهم إلا الزائف منها أو إلا الزيوف يعني للجمع خذ الدراهم إلا الزيوف فلما حسبنا وعددنا وجدنا الزائف أكثر من غير الزائف يعني مثلا وجدنا تسعة دراهم زائفة وذرهم واحد هو الذي لس بزائف فهذا في الحقيقة هو نفس الكلام السابق هو استثناء الأكثر وإبقاء وإبقاء العقل ولكن الفرق بينهما أن المثال السابق يكون العدد صريحا وهذا لس بصريح هذا قال له خذ الدراهم إلا الزيوف يعني لا تأخذ الزيوف ستنى الزيوف ستنى الدراهم الزائفة خذ الدراهم إلا الزائفة فلما عددنا الدراهم السليمة والزائفة وجدنا أن السليمة واحدا وأن الزائفة تسعة لذلك هذا قول مستقل يفرق أهله بين الاستثناء حينما يكون متعلقا بالصريح أو بغير الصريح فاستثناء الأكثر أو المساوي إذا كان في الصريح نعم لا يجوز وأما في غير الصريح فيجوز ثم قال وقيل لا يستثنى من العدد عقد صحيح العقد هو العشرة وما بعدها إلى تسعين هذه ألف العقود العشرة والعشرون والثلاثون إلى التسعين لا يستثنى من العدد عقد صحيح كأن تقول علي مئة إلا عشرة هذا القول في الحقيقة هو من جملة الأقوال التي صدرها بقوله وقيلة ولكن وجه هذا القول لمن قال به هو أن العقد يعني كأنه عدد مستقل بذاته عدد مستقل إن كان ولا بد من الاستثناء فداخل هذا العقد أما أن يكون العقد هو بنفسه قد استثني فلا لأن العقد يعني كالعدد المستقل بذاته فلذلك لا يصح عند هؤلاء أن يستثنى العقد الصحيح من العدد وقيل لا يستثنى من العدد عقد صحيح كقولنا علي مئة إلا عشرة وقيل لا مطلقا لا يستثنى يعني أنه لا يستثنى العقد مطلقا صحيحا كان أو غير صحيح هذه أقوال هو في الحقيقة يعني علماؤنا مولعون بأن يعدد ما هو موجود من الأقوال صحة أو لم تصح قوية أو ضعفة من أجل أن يفيدوك بهذه الآراء وبهذه الأقوال وبهذه الاجتهادات ويعني حتى تكون على خبرة وبينة وبصيرة من هذه الثروة من الأقوال لكن هذه الأقوال على كل حال متساوية فبعضها قوي راجح وبعضها قريب من ذلك وهكذا حتى نجد من الأقوال ما لم يقل به إلا واحد وليس ممن يراعى اختلافه إلى آخره وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلافا أنه حظ من النظر طيب ثم بعد ذلك انتقل إلى أو عاد إلى بعض القواعد النظرية ولكن لها علاقة بتطبيق فقال رحمه الله والاستثناء من النفي إثبات والاستثناء من النفي إثبات وبالعكس يعني أنك إذا استثنيت من الإثبات فقد نفيت فالاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي هذا هو العكس والاستثناء من النفي إثبات وبالعكس أي والاستثناء من الإثبات نفي خلافا لأبي حنيفة خلافا لأبي حنيفة وسيأتي المثال لذلك سيأتي المثال لذلك ويظهر ما خالف به أبو حنيفة إن شاء الله تعالى نقف عند هذا الحدي لسلاة العسر إن شاء الله تعالى إن شاء الله تعالى وكذلك لأبي حنيفة